السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو قصير عن تحضير المعمول في البيت بخطوات قصيرة تابعونا مقادير المعمول البيتي عندي ثلاث أكواب من سميد الفرخة إيش عن سميد الفرخة؟ يعني سميد ناعم جدا إذن سميد الفرخة ناعم جدا ثلاث أكواب سيلي عندكم بالبيت تستخدموها الكوب العادي تبع الشاي في البيت وعندي كوب من الزبدة قدي أضيفه على ثلاث أكواب من سميد الفرخة هون عملية البس أو خلط السميد مع السمنة أو الزبدة إذا بستعمل يا ما زبدة يا بستعمل سمنة بتم خلط الخليط بشكل ممتاز وبتركه أقل شيء 24 ساعة وأكتر شيء بتركه ثلاث أيام على جو الغرفة حتى يتطرب عندي السميد إذن بعد خلط السميد الفرخة أو الناعم ثلاث أكواب من السميد مع كوب من السمنة أو الزبدة الفاخرة لمدة 24 ساعة على الأقل وفيش مانع أثناء النهار انبس كمان يعني نخلط السميد مع السمن أو الزبدة حتى يتفتح معي بعدها بجيب نصف كوب من الطحين متعدد الاستخدامات بدي أضيف عليه ملعقة صغيرة من المحلب إيش هو المحلب؟ المحلب عبارة عن بذور فيها طعم طيب منجيبهم عندي العطرين ومنطحنها أو بتكون مطحونة إذن ملعقة كبيرة من المحلب بدي أضيف ملعقتين من إبهارات المعمول وهي طبعا عبارة عن ينسون وشومر مطحون ملعقة كبيرة بدي أضيف ملعقتين حليب بودرة كبار كمان بدي ننضيف ملعقة صغيرة من السكر وربع ملعقة من الملح وبعدها بدي أضيف ثلثين كوب من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من الخميرة بفورهم مع بعض وبضيفهم على الخليط بسم الله وبعدين بضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد الآن بدي أخلط هالمكونات جميحة حتى تتكون عندي عجينة طرية وممتازة بعد ما ارتاحت عندي العجينة مدة تقريبا ربع ساعة نصف ساعة حسب الجو عندكم بحضر الحشوات أول شي حشوة التمر عبارة عن معجون التمر ممكن يضيف له جوز الطيب قرنفل وقرفة شوية من الزيت بدي بسيط في اندي كرات به الشكل الجوز بطحنه بضيف عليه شوية قرفة وشوية من القطر الفسق حلبي بطحنه بضيف عليه قطر شي بسيط وبيكون جاهز اندي الآن العجينة اثناء الشغل ممكن تنشف معاكم شوي لانه ممكن يكون نوع نوع السميد قاسي بياخد مي كثير فضيفونه انتو شوي من الماء قطرات من الماء صغيرة حتي يظل معاكم امور كويسة بعد ما افتح هالعجينة بضيف كرة الجوز او كرة التمر وبعدها بكورها وعلى القالب مباشرة بضغطها بخفة حتى تصير عندي بشكل معمول وبعدين شوفوا محلة هالمعمولة اللي طلعت عندي هون وجاهزة للشواء طبعا عملية شواءها لازم تكون على حرارة 180 لمدة تقريبا من 8 الى 10 دقائق وحسب الفرن اللي عندكم لانه فيه افران عندكم الافران العربية الساخنة ممكن تاخذ وقت اقل اشتركوا في القناة